موسيقى موسيقى أهلاً وسهلاً بحضراتكم وحلقة جديدة والحق المبين وما زلنا مع رصد الجسور التي تربط التطرف بالإلحاد وكيف ينتج كل منهما الآخر مع الدكتور أسامة الأزهري أحد علماء الأزهري الشريف ومستشار السيد رئيس الجمهورية للشؤون الدينية الزهرة يا دكتور أهلاً وسهلاً وحشتنا وحضرتك وضعي خاص ربنا يخليك دلوقتي يا دكتور حضرتك تطرقت في حلقات سابقة إلى معنى ما زلنا بنحاول استكشافه نعم وهو أن كلمة الملحد أو كلمة الإلحاد لا تنصرف أو لا تعني بالضرورة معنى واحد فقط المستقر عندنا وهو ما نتصور بمجبه أن الملحد ده هو الذي ينكر وجود الله نعم ما هي شرائح أو طواقف الإلحاد اللي خضرتك ترصد وجودها في مصر ونحاول نقرب فكرتها ونفهم منطقها في هذا الإلحاد إيه هو بالضبط طيب بسم الله الرحمن الرحيم احنا طبعا متفقين على نقطة تنظيمية في الحلقات اللي فاتت واللي جاية ان احنا نجري ونراوح ما بين المصارين فناخد حلقة حلقتين مثلا وراء بعض بنتكلم عن الإلحاد ثم نقفز منها إلى حلقة نرجع تاني للتطرف للإخوان والدواعش فناخد حلقة حلقتين ثم نرجع مرة أخرى إلى الإلحاد بحيث نبين كيف نسجت شبكة العلاقة التي فيها تغذية مرتجع ذهابا وإيابا بين الإرهاب وبين الإلحاد من ناحيتين لأن احنا متفقين على قاعدة كلية إن الإلحاد والإرهاب بينهما تناسب طردي كلما زاد هذا زاد هذا وأنهما يولدان معا في نفس الوقت بنفس القوة وبنفس الشدة وكنا أخذنا في حلقة سابقة رصد سريع لشرائح الملحدين ولما نتكلم عن شرائح الملحدين بنتكلم عما هو موجود عندنا في الداخل المصري وعن وجود صلة وامتزاج وتناسق بينه وبين نسق فلسفي موجود في العالم حولنا له نشاط من 2005 فصاعدا ثم له جزور هادئة عبر مراحل الفلسفة في أوروبا وفي العالم العربي في كل ما مضى من الزمن عشان أفسر هذا الكلام بوضوح احنا تكلمنا عن أنه احنا أمام أربع شرائح من الملحدين شريحة الملحد المطلق الذي ينفي تماما وجود معنى الألوهية ويرى أنه لا يوجد في هذا الوجود إلا العالم الكون المجرات والشموس والثقب السوداء والسدم الجبارة التي تخلق فيها النجوم والمذنبات والشهب هذا العالم الذي هو الكون هو الشيء الوحيد الموجود وليس هناك قوة غيبية أصلا تدخلت فيه وأوجدت وتتعهده بالعناية والإمداد والإيجاد وكذا يفصل هذا عن ذاك تماما ويرى أنه لا وجود لإله أصلا سؤال يا دكتور لوتك نعم الملحد ده موجود تاريخيا نعم من قرنه من قرنين ومن عشر قرون نعم كلام حضرتك أن كلامه أو أنه بيخلي مرتكزات إلحاده على استقوب السوداء واستقوب الدودية والنظريات الفيزيائية الحديثة هل الفيزيائية الحديثة أو العلم الحديث عزز عند الإنسان الميل للإلحاد أو قوة أو اداله شواهد وغزاب شواهد تسهل عليه الطريق ده أو تديله تفسير موازي للكون لا طبعا يعني هذا الطرح أو هذه القضية لستك بتتفضل وتشير إليها قضية شديدة الحساسية وتحتاج إلى توضيح تام العلم أمر محايد وإذا نظر إليه من زاوية معينة وترتب ترتيب معين يكون هو الأصل والأساس المرسخ لمعاني الإيمان وقد يلتبس ويشتبه ويظن البعض أنه يؤكد نظريته الإلحادية ويحتج به على إلحاده فأنا عايز أقول أن العلم التجريبي الحديث سواء في العلوم الفيزيائية أو في نشأة الكون أو في فلسفة الوعي والذكاء والإدراك أو في غير ذلك من ميادين العلوم والمعارف ما من مجال من مجالات العلوم المذكورة إلا وإذا نظر فيها بعقل صاف متجرد ليس بينه وبين منطق الإيمان ثأر قابل أن ينظر نظرا يترك فيه نفسه للحقيقة العلمية إلا وسيجد أنها تقوده إلى الظوال ولذلك احنا كنا بنقول العقول ثلاثة العقول ثلاث مستويات أو ثلاث أنواع أو ثلاث طوائف هناك عقل سطحي وهناك عقل عميق وهناك عقل مستنير العقل السطحي ما عليه كثير من عامة الناس اللي بيدخل إلى الحجرة فيضغط على زرار معين فاللمبة تنور بس لا يأخذ من العلم إلا هذا الحظ المباشر لحياته وهكذا في سائر الأدوات وفي سائر الآلات وفي سائر شؤون المعيشة أنه لا يتعلق ذهنه ولا فكره إلا بأنه يدوس على الزرار اللي لم بتنور يضغط زرار التلفزيون يشتغل يدوس على مفتاح ويشغل العربية تتحرك بس ومشغول بأنه يقضي أموره في البيت على ضوء المصباح أو يقضي شؤونه بالسيارة التي تحركت هذا يسمى عقل سطحي وقد يكون هذا النمط شرائح من آبائنا وأعمامنا وأهلنا الكرام وقد تكون مستويات تعليمية متفاوتة لكن اهتماماته شيء آخر يعني لم يشغل باله بهذه للقضية يسمى هذا عقل سطحي هذه ليس فيها شيء من التقييم للعباد بس فيها تحديد لمناطق الاهتمام لم يهتم بهذا الأمر مشغول بشؤون المعيشة وأمور للحياة وكذا ويسخر ويستعمل الأدوات فيما وجدت لأجله النوع الثاني من العقول عقل عميق العقل العميق ده الذي لا يعرف كيف يتوقف عن السؤال وعن التفكير وعن إدراك العلل والأسباب وعن اكتشاف قوانين الوجود وعايز يعرف هي الكهربة في كنهها وفي فحواها ما هي الكهربة عبارة عن أمواج الأمواج ده عبارة عن فتون هو إيه الفتون ويبدأ ينطلق ويولد علوم ويكتشف مخترعات ويبتكر ويطور ويولد نظريات فيصنع الحضارة العقل العميق يكتشف أسباب الوجود لا يقف عند ظواهر الأشياء يغوص فيما وراء المرء يدرك قوانين العالم وقوانين الوجود يبتكر يخترع يطور ينمي يصنع حضارة إذن العقل السطحي يستعمل ويستهلك العقل العميق يفكر ويبدع ويكتشف ويخترع ويطور ويقفز قفزات مهولة في العلم بس يقف عندها وقد يغرق فيها لأن العلم شأنه أنه بحر لا ساحل له في كل الميادين وفي كل المجالات المعرفية والعلمية ما من أمر قد يبدو مسلمة أو بدهية من العلوم أو أنها إن بنى عليها اختراع إلا وهي قابلة لإعادة اكتشاف عشرات ومئات البحوث بداخلها واللي يتابع أبحاث ناسا واللي يتابع مختبر سيرن في المنطقة اللي بين سويسرا وفرنسا واللي يتابع كبريات مختبرات العلم في العالم والجامعات والمراكز البحثية في ألمانيا وفي أوروبا وفي أمريكا وفي أستراليا ويرى عجائب من متابعة العلم المدهش بس ده اسم عقل عميق العقل المستنير هو الذي يشارك العقل العميق في الابتكار واكتشاف قوانين الوجود والاختراع لكن يرى عند لحظة معينة أنها تقوده حتما إلى الله وأنها تشهد بالعجز وأنها لا يمكن أن تفسر إلا على افتراض وجود قوة غيبية تدخلت وأوجدت وأثرت وحركت الكلام اللي احنا بنقوله ده يتلخص فيه الآتي علشان نرجع تاني لشرائح الملحدين الأربعة يا جماعة العقل السطحي لا يبتكر ولا يكتشف ولا يخترع ويظل إيمانه الإيمان المعتاد الذي نؤمن به ونعيش به فهو في جانب الإعمال العقل والعلم ساكن لا يبحث لا يطور لا يكتشف وفي جانب الإيمان مؤمن وموحد ويعيش لكنه يؤدي وظيفته يقوم بشؤون المعيشية ويستهلك العقل العميق يكتشف قوانين الوجود ويبتكر ويطور الألات ويقفز في قفزات عجيبة لكن لم يشغل باله بقضية الألوهية أو شغل باله بالغض منها والنيل منها ويسخر لهذا معطياته العلمية التي ينظر فيها غيره ممن تجرد وسكنت نفسه ولم تتدخل ولم تتلاعب بالبحث العلمي فيرى أن هذه النظرية بعينها مؤيدة تأييد قهري تأييد يشهد للإنسان وللكون بالعجز ويكشف للإنسان حتما وجود قوة غيبية من من الناس فكر بهذه الطريقة اللي هو شريحة رقم اثنين من الملحدين احنا قلنا الملحد المطلق الذي ينفي وجود إله بعض هذه الشريحة الملحد المطلق الذي ظل زمنا من حياته ينفي وجود إله اضطر من واقع البحث العلمي المجرد في خواتيم حياته يرى أنه غير قابلة للتفسير ليست مستقيمة لابد من أن تؤدي هذه المعطيات العلمية إلى وجود قوة غيبية تدخلت في تحريك الوجود وفي إطلاق حركة الكون والوجود من هذه الشريحة رقم اثنين أنتوني فلو ظل زمنا يقول لا يوجد إله ثم رجع هو بنفسه حتى أخرج كتاب عجيب جدا عمل كتاب اسمه There is no God كهكذا كان عنوان الكتاب في أخريات حياته بعد نظر وبعد بحث ودراسة رجع يعيد طبعة الكتاب ويشتب على كلمة No There is a God خلاص يعني انتهى إله وحنعرضه ونجيب صورة الغلاف بعد شوية يبقى الملحد المطلق السؤال يا دكتور لو تكرمت حضرك بتقول عقله عقله عميق عقل مستنير عقل سطحي فلسفته نفسه هذه المفردات غير مألوفة يعني أنا من موقعي كإنسان مسلم ونقاعد قدام التلفزيون هكون متوقع أن أنا جايب شيخ أي إن كان زيه أو مذهبه أو اتجاهه إنه هيتكلم عن الإلحاد بوصفه خلل في الإيمان ونكران في المشارفية وأيها الضال حرك ما بتتكلمش عن الإلحاد من حسوة ضلالة بحثة مجردة المفردات اللي بتنتقيها والتكييف اللي مكيفه أنه موقف عقلي وفلسفي ونفسي هل هذا يعني هذا خطابك الخاص برضو أكرر هذا السؤال الذي كررته مرارا اختيارك الخاص تشخيصك الخاص ولا مبني على إيه هذا الكلام اللي هو فيه درجة لا تخفى على أحد من الاحترام طيب شوف السؤال مهم ويلمس قلبي في الحقيقة ليه التعامل مع أي فكر مختلف أو مخالف إذا دخل فيه الغضب والانفعال أفسده وينحرف بالبحث حول قضية الإيمان وعدم الإيمان والهداية والضلال ينحرف بها إلى أن تكون نفوس تتصارع ويريد كلاهما أن يثأر من الآخر أو أن يحرز انتصارا على الآخر أو أن يهزم الآخر لم يعد بحث خلاص دخل في حظوظ للنفس كلا الطرفين يريد أن يسجل أمام جمهوره ومشاهديه أنه سدد ضربة قاضية وقصف جبهة وإنه انتصر علىها الملحد يريد أن يقدم هذا المنطق أمام جمهوره من الملحدين ولمؤمن يريد أن يقدم هذا الجمهوره وأن يظهر أمام الناس كما لو كان بطل فارس الفرسان وبطل الأبطال وأنه دحر الإلحاد وأنه هذا المنطق يا سادتي الكرام مع كامل الاحترام والتقدير قد يكون مشبع بمعنى من الغير والحمية لله ولرسوله لكنه يفسد كل شيء أبدا ولا يستقيم ولا يمكن أن يوجد جدل علمي يمكن أن يثمر هداية إذا وجد هذا الحظ من حظوظ النفس ولذلك لا بد من التعامل مع أي مظهر من مظاهر الانحراف أو الجدل أو الاختلاف في الشأن العقدي وإن كان إيمان وإن كان إلحاد لا بد من التعامل معه بالمنطق العلمي المجرد البحث الرصين الذي تقابل فيه الحجج بالحجج بل من شرطه إذا بدأت النفوس تثور وتغضب أن يتوقف النقاش إلى أن تهدأ النفوس طيب والشاهد لي على هذا أن رب العالمين حينما أرسل نبيه الكريم موسى عليه السلام إلى رجل يدعي الألوهية قال الله لموسى لنبيه الكريم فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فرتب التذكر والخشية والاتداء على القول الليّن الناصح الأمين الصادق المتجرد القول الليّن في حالة سيدنا موسى أو في حالة المثال اللي حراج بتسوقه وبتمشي على هديه تكنيك ولا قناعة لازم تكون مستقرة وخلق شامل في الإنسان لا دا بنية متكاملة معرفيا ونفسيا وعقليا وبحثيا علم آداب البحث والمناظرة الذي هو علم رصي وعريق من علوم الأزهر الشريف وأتقن فيه علماء المعقول وألفت فيه مؤلفات ودرست فيه كتب عبر التاريخ يرى هذا الذي نقول إنه من شرط المناظرة إنه أن تنحى عنها النفوس ألا يتشهك إلى الطرفين الوقيعة بالآخر ممكن نصل إلى السؤال بصورة أوضح؟ قل لي كثير من ممثل الديانات أيا كانت يعني لما بيدخل في مناظرة أو بيدخل في حاجة علانية ويدرك إنه ممثل الدين وفيها بيقى فيه ابتسامة بلاستيكية كده سابتة وفي حالة من اللطف اللي واضح جداً هي مصطنعة تصل أحياناً إلى حد اللزوجة وأنا سؤالي وأنا أعتذر عن فجاكته هل هذا الموقف من احترام الآخر أو التعبير عنه ومعاملة موقفه الإيماني كخيار عقلي وفلسفي هذا لطف أو أدب مصنع ومعد خصيصاً لهذه اللحظة أمام الكاميرا وأمام الجماهير ولا هو اختيار ثابت وتاريخي ونفسي وسلوكي وذوقي وأدبي هو بالصورة التي تتفضل بوصفها أمر مصطنع يؤدي إلى نقيض المطلوب وهو محاولة شكلية لتحقيق مبدأ صحيح ولا بد من محاولة يعني ليست جيدة ومحاولة رديئة مع الاعتذار لتمثيل مبدأ صحيح لا يمكن أن يستقيم الجدل بين أرباب الديانات أو بين المختلفين والفرقاء في مسألة إلا به المبدأ الذي معناه تحويل المسألة من الغضب والشحن النفسي والتنابز وإرادة الانتصار بالإكرار إلى أن تصير بحث علم مجرد تطرح فيه الحجج تهدأ فيه النفوس لتتحرك العقول هذا الحال الذي نصفه لا بد من ولذلك قد يستشكل البعض هنا قضية ويقول احنا بنسمع منك هذا الكلام الذي هو إطار عام للجدل ونرى منك أحيانا ما قد يكون قسوة في التعامل مع الإخوان والدواعش والإرهابيين وتارات التطرف المبدأ واحد يا جماعة المبدأ واحد من حيث إننا لما تكلمنا قلنا لن نتعرض لشخص سيد قطب لن نتعرض لشخص حسن البنة لن نتعرض لشخص أوبكر المغداد الأشخاص بين يدي الحق أفضوا إلى ما قدموا أنا بتعلم بتعمل مع المنهج أنا أتحدث مع أطروحة فكرية مضى صاحبها لكن ظلت الأطروحة حية تدمر والفارق بين التعامل مع الإرهاب والتعامل مع الملحد أن الإرهاب حمل السلاح الملحد يقدم أطروحة فكرية ينكر فيها وجود الله يعتدي على الحقيقة العليا في الكون لكنه ما زال عند طرح حجة يراها حجة عقلية تستلزم ردا عقليا لكن ده لم يعد يطرح قضية ويريد أن يقنع بها أحد ويقف عند حد الإقناع حمل السلاح أراق الدماء روع الآمنين فلا بد من زجره وردعه ثم الرد والإفحام لمبادئه وهنا لو أن هذا الشخص حمل السلاح باسم الإلحاد سنكون بنفس الطريقة معه ففارق ما بين المنهجين لكن المنهج الأكبر والأوسع الذي نعالج به كل صورة نختلف معها ونرى أنها تمثل عدوان على الحقيقة سواء عدوان على الحقيقة التي هي مقام الألوهية الأمجد عند الملحد أو عدوان على الحقيقة الذي هو سوء فهم النص الأمجد والكلام الإلهي الأعظم كلا المنهجين ننحي الأشخاص ونتعامل معهم ونضع الفكرة في ميزان النقد العلمي حتى نقدم الحجج التي تخاطب العقول وأحب ما يكون إلينا عند كل هذه الصور من المخالفين أن يقتنع وأن تتغير القناعة وأن يترك ما كان فيه وأن يستجيب لداعي الحق خلاصة كل هذا الكلام أننا أمام أربع شرائح من الملحدين الشريحة الأولى أشرنا إليها الحلقة التي فاتت وهي شريحة الملحد المطلق الشريحة رقم اثنين الملحد الربوبي الشريحة رقم ثلاثة الملحد ألا أدري الشريحة رقم أربع الملحد المنفجر نفسيا شريحة الملحد المطلق اتكلمنا عنها في حلقة سابقة وسعنا الكلام فيها شوية وعندنا فيها النهاردة إضافة سنضيفها بس بعد التذكير بما مضى لو تسمح لي إحنا معانا الصورة قدام السادة المشاهدين إحنا بنفكر به الفيزيائي الكبير ستيفن هوكينج وإحنا عملنا عنه تقرير في الحلقة اللي فاتت الصورة اللي بعدها الكتاب ده اللي احنا أشرنا إليه التصميم العظيم بيتكلم فيه هوكينج عن نظرية يسمى نظرية كل شيء وشيء في الكوانتم الكمية ويأتي فيها بنظرية اسمها نظرية الأوتار الفائقة ولها تفاصيل مغرقة في الدقة وتحتاج إلى نقاش وجدل لست في غرض النقاش والخوض في جزئيات المسألة سيأتي لها وقت لكن أنا بس عايز أعدي على محطات سريعة كتاب التصميم العظيم قد يعد من أكبر الحجج الفيزيائية المعاصرة التي تؤصل وتنظر لقضية الإلحاد آدي الترجمة بتاعته في الغلاف التالي التصميم العظيم آدي كتاب تالي له لويليام ليني كريغ الفيلسوف المسيحي الذي ألف هذا الكتاب علم الكلام الكوزمولوجي أو الحج الفيزيائية الكونية أو أي مكان الكتاب يناقش هوكينج ويناقش سام هاريس وعدد من أتباع هوكينج من الملاحدة ويحاول أن يقيم حجج علمية لتثبيت قضية الألوهية أنا وشقيقي المسيحي هنا ننافح معا عن أمر واحد وهو تثبيت مبدأ الألوهية بل وسائر الإلهيين وسائر الديانات التي تعظم شأن الألوهية تتحد هنا في هذه الجزئية عندنا نحن معشر المسلمين كتاب المصمم الأعظم للدكتور حسن أحمد اللواتي من سلطنة عمان والكتاب قراءة نقدية لكتاب التصميم العظيم لهوكينج أنا أنصح المشاهدين بقراءة هذا الكتاب كل شاب مثقف يجد أن عقله بدأ يدخل في هذه الإشكاليات ويريد أن يرى حجة أو منطق علمي يفند أطروحة هوكينج في قضية الألوهية أنا أنصحه بقراءة هذا الكتاب متاح وموجود بيدي إف على الإنترنت عندنا كتاب للصديق العزيز الدكتور محمد باسل الطائي أستاذ فيزياء كونية في جامعة يرموك في الأردن خلق الكون بين الأيم والإيمان وأنا أشرت إلى هذا الصديق العزيز والباعث المهم الذي أنوي أن أستضيفه في حلقة قادمة إذا أراد الله أو أننا نفتح زوم معاه لأنه له جهود مهمة في هذا الموضوع لأنه في الأساس فيزيائي وكان صديق لهوكينج كما ذكرت في الحلقة لفاتي النهاردة عندنا إضافة ألا وهي هذا الكتاب من أوجد الكون والكتاب عنوان الجانب بعد من أوجد الكون جوهر المشكلات عند البروفيسور ستيفن هوكينج في كتابه التصميم العظيم مؤلفه من علماء الشيعة من قم علي عبدالله العبود وهو موجود حي يدرس علم المنطق ويدرس علم الكلام ويدرس بحوث الفلسفة وكتابه هذا قراءة نقدية لأطروحة هوكينج أتمنى أن يكون هناك عشرات من الأطروحات المشابهة على اختلاف المدارس العلمية لكي يكون هناك جدل علمي نستطيع أن نبني عليه تأسيس وترسيخ لمنطق الإيمان لهذا المؤلف كتاب آخر مهم أهو اسمه الرؤية الكونية الإلهية دراسة في الدوافع والمناهج فلسفة كلامية عرفانية أنصح أيضا بالنظر فيه ثم ننتقل إلى الشريحة رقم اثنين من الملحدين هل ننتقل إليها بعض الفاصل؟ بكل سرور إذن بعض الفاصل نعود إلى الملحدين وشرائحهم والشريحة الثانية فابقوا معنا أهلا وسهلا بحرككم مرة أخرى وما بين الفيزياء والفلسفة والعقيدة وعلم الكلام والشريحة الثانية من الملحدين مع الدكتور أسامة الأزهري دكتور أسامة الشريحة الثانية أهلا بحضرتك الشريحة رقم اثنين من الملحدين ملحد ويعترف بوجود الإله في نفس الوقت وهنا بداية الوقفة اللي ستك أشرت إليها من أنه كان التصور عندنا أنه الملحد بس اللي بيقول ما فيش إله لا كلمة الإلحاد أوسع من كده شوية تشمل من ينفي قضية الألوهية أو من يعترف بإله بس فقط يعني هذه الشريحة من الملحدين بيقول أنا معترف بوجود إله وقوة غيبية أوجدت العالم ثم لا تطالبني بأي شيء آخر بعد هذه النقطة هذا الإله في نظره لا يتدخل في الكون ليس له بالكون علاقة خلق الكون وخلق قانون طبيعي معين يدير الكون ثم عزل نفسه فصار لا يتدخل في الكون أبدا وبالتالي يثبت الإله لكن ينفي أوصاف الكمال عنه التي منها العلم بالموجودات التي منها القدرة التي منها دوام الخلق والتأثير التي منها تغمد العالم بالعناية والرسل والنبوات والتشريع التي منها دوام نزول الملائكة ودوام نزول الرزق والعطاء والتفضل الإله في كل الشؤون يعني هذا الملحد كأنه قال الله لا إله إلا هو بس الحي بس إحنا كمسلمين نفرق عنه في أن نقول القيوم هو آمن بالإله الحي لكن عندي أنا كمسلم آمنت بالله الموصوف بالكمال في كل شيء الموصوف بدوام الخلق بحيث إن العالم الآن كل لحظة يتجدد فيها الإمداد من الله والخلق من الله وأن الله يعلم الجائز والواجب والمستحيل والكل والجزء ويعلم ما كان وما يكون وما هو كان وما لم يكن لو كان كيف كان يكون يعني لو أن الله أوجد شيئا معدوما كيف ستكون أوصافه العناية الإلهية نحن نؤمن بأن الله لا إله إلا هو الحي القيوم يعني الدائم القيام على شأن الكون ولذلك كان العلم يلخصوا شأن الألوهية الأمجد في أن الله تعالى يعامل الكون بالإيجاد وبالإمداد معا وبالإسعاد هو عايز خضية الإيجاد فقط السؤال هنا يا دكتور ما الذي نظر ووجده في الكون جعله يقطع الصلة بين الحق سبحانه وتعالى الخلق وبين الكون خلقه وطركه هو محمل بعبء كبير بيني وبينك بعد تأمل عميق في هذه الشريحة هو يعاني معنا مريرة من شرائح من رجال الدين رأى أن وجودهم المستمر في حياة الإنسان كما لو كان تحكما فيه يا جماعة أنا مش عايز أمبياء مش عايز رسل مش عايز مشايخ مش عايز علماء أنا عايز أعمله بس مني إليه فقط لا تتدخل في حياتي بشيء تحليلي أنا أن هذا قد يكون رد فعل لنماذج رآها سيئة من رجال الدين في أي دين احتك به ورأى أنهم يمارسون قدر من التسلط على الإنسان دفعته لأن يجحد كل هذا الشأن هو بعد بحث طويل وجد أن الدلاء القاهرة على قضية الألوهية لم يملك أن يجحدها ثم سكن بعدها وقف يعني لم يطول نفسه ليستمر في البحث وليتأمل أن مدلول كلمة الألوهية يعني الكمال يعني القدرة يعني العلم يعني الوحي يعني النبوة وأن هذا من أوصاف كماله وأنه من النقص الذي يلحق بالإله أن يكون منعزلا عن الكون لا يعلمه لا يتدخل فيه لا يتغمده بالرعاية كأنه جاهد بكل ما يملك أن يدفع قضية الألوهية فلم يملك وغلبه منطقها فألقى نفسه مجهدا بعدها وقال بس كفاء كده كفاء أن أنا أمنت بوجود إله كفاء أن أنا اعترفت بوجود إله لم يعد عندي طاقة نفسية أن أكمل البحث بعد ذلك ولا تطالبني به كويس أن أنا أقرت بوجود إله اللي يؤكد هذا أنه أبرز النماذج المعبر عن هذه الشريحة من الملحدين أنتوني فلو وأدي صورة للسادة المشاهدين لهذا الشخص الجدير بالدراسة لأنه شهد تحولا مرحليا ظل زمنا يقول لا يوجد إله فكان يشارك الشريحة الأولى الملحد المطلق ثم بعد ذلك اضطر أن ينقهر أمام منطق الألوهية وأمام هذه الشواهد القاهرة له فبدأ في صورة تانية لي لو سمحت آدي صورة تانية لنفس الباحث ثم بعد كده هات الكتاب لصورة الغلاف اللي بعدها آدي أبرز كتاب عمله أهو سورة غلاف الكتاب يعني في الطور الأخير من حياته جاء عند كلمة نو وضرب عليها خط إنه خلاص يعني يعني عدل عن نفي قضية الألوهية صار يعترف بوجوده ثم أجهد ذهنيا وبحثيا وعمريا لأنه ده أواخر حياته خلاص هات كده للصورة اللي بعدها آدي طبعة تانية من الكتاب عند كلمة نو يضرب عليها بخط هات كده الغلاف اللي بعده آدي ترجمة الكتاب ليس هناك إله وضرب على كلمة ليس هات الغلاف اللي بعده لو تكرمت الباحث ده دكتور أمسيس عوض هذا الأستاذ الجليل من أساتذة الفلسفة في جامعاتنا المصرية ألف كتابين عن الإلحاد وتعرض في الكتاب الثاني منهما لهذا الباحث أنتوني فلو الكتاب ده الإلحاد في الغرب يتتبع فيه تاريخ عدد من فلسفة أوروبا الملحدين عبر سائر أطياف وطبقات الفلسفة من اليونان قديمة فين برز كل ملمح فلسفي عند الفلسفة آلت به فلسفة إلى الإلحاد فكأنه يتفقد الإلحاد في التاريخ القديم وعمل كتاب تاني بعدها أهمهم اسم ملحدون محدثون ومعاصرون أشار فيه إلى أنتوني فلو وأشار إلى عدد كبير من الفلسفة الذين نتداول فلسفتهم وهي محل دراسة في سائر المراحل الدراسية وصاحب الفلسفة في نهاية المطاف وغالب الفلسفة الموجودين هو يعنون الكتاب بأنه يرصد الملحدين من الفلسفة غالبهم ملحد ربوبي والأكثر بعد ذلك ملحد لا أدري زي اللي احنا هنشرحه بعد شوية بس أنا يهمني هذا الكتاب لكل من يريد أن يبحث وأن يتتبع بصورة أوسع دراية وعلما ومعرفة هذا الكتاب لدكتور رمسيس عوض ملحدون محدثون ومعاصرون يستحق الدراسة والتأمل أنت عايز تقول حاجة سؤال يا دكتور النهاردة الملحد الربوبي هناك إله لكنه ترك الكون أو مش متدخل أو 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 نعم إزاي بيقدر يتعامل مع مغضلات الإنسان الكبرى اللي هو أسئلة ماذا بعد الموت الموراء المهية المصير الحق العدل التدخل عدم التدخل ده السؤال الأول السؤال الثاني هارك أول كلمة قلتها في وصفه أنا مش مطالب وأنا شخصيا استنتجت منها أو حسيت منها الإثقال اللي حضرتك تطرقت لي بعد كتر أيوه أنا مش مطالب هذه العلاقة الملتبسة وهو عقل نشط وشغال أنا أنبياء أو رسل أو رجال دين أو علماء أو منتسبين إلى الأديان عموما تسلطوا وفعلوا كذا وكذا وكذا طب ما الإنسان لو بص هيلاقي رجال سياسة متسلطين رجال طب متسلطين رجال قانون متسلطين رجال تجارة متسلطين رجال تجارة متسلطين التسلط في سمة إنسانية عموما إزاي ما كانش بيقارن الشواهد طيب هو سيادتك يعني أنت أشرت كده إلى عدة نقاط النقطة الأولى هو كيف يتعامل مع الأسئلة الكبرى مع بقية الأسئلة الوجودية العظمى إحنا في عندنا ثلاث أسئلة كبرى هي التي تشغل بال الإنسان وهي التي لأجلها أنشأ الفيلسوف فلسفته وهي التي لأجلها أشتغل الفيزياء بالبحث في الكون وهي التي يركن فيها المتدين إلى رسالة الأنبياء الكرام عليهم صلوات الله وتسليماته الأسئلة الكبرى الثلاثة من أين إحنا جينا منين ما أساس نشأة الجنس البشري وكيف خلق كوكب الأرض وكيف نشأت الحياة وكيف نشأت المجموعة الشمسية وكيف وجد الكون وما هي النظريات التي تتصور وجوده وعلى فرض وجود نظرية الانفجار العظيم وأن هناك ذرة ما هائلة الكثافة انفجرت من قرابة 14 مليار سنة فوجد الكون هو كان اللي أبلها وما الذي أثر فيها لتنفجر ومن أين جاءت والكون اللي انفجر ده بيتحرك في إيه أصلا ما الفراغ المحيط به من أين السؤال العظيم الذي يشغل بال الإنسان هو إحنا جينا منين مش على مستوى الجنس البشر بل على مستوى الجنس البشر وكوكب الأرض والكون والمجرات وعالم الوجود هذا العالم العجيب جه من اين وما الذي كان قبله الفيلسوف والفيزيائي بيحاول أن يبذل كل ما يملك من وسع وجهود جبارة في محاولة العثور على ما يساعده على الإجابة على هذا السؤال المؤمن اختصر له الطريق بالوحي الشريف المنزل من عند رب العالمين على أنبيائه ورسله والمنقول نقلا صحيحا ومجزوما به ومتواترا ومصونا عبر الأجيال مما يخبرنا الله تعالى فيه عن وجوده وعن ذاته وعن أوصاف كماله وجلاله وأنه الذي خلق السماوات والأرض وأنه الحي القيوم وأنه القادر وأنه البديع فبدأ المؤمن يصل إلى الإجابة التي تطمئنه ثم لا بأس بأن يستمر البحث بما يعزز هذا المنطق ومن هنا ينفتح باب البحث العلم ويغذيه الإيمان من أين؟ السؤال رقم اثنين إلى أين؟ طيب بعدما يسدل الستار على كل هذا المشهد الذي قد يكون حياتي أنا الشخصية أو نهاية كوكب الأرض بعد ما نعرفش كم مليار سنة أو نهاية الكون بكل هذه الأجرام والمجرات بتصورات مختلفة لنهاية هذا الكون هيحصل إيه؟ بعد ما أنا أمشي من الولايات حروح فين؟ هل هو عدم محض وهباء محض وليس هناك أي شيء بعد الموت سكون محض وعدم محض؟ أنت نفلوب يقول كده أو لا يشغل باله أو عايزي أقول أنه يكفيني أنني تعاملت مع قضية الألوهية ثم أنا مش مشغول بقضية القيم القيم نتعامل فيها بما هو لطيف إنسانيا ما بعد الموت ما يعرفش بالضبط ومش عايز أعرف قد يكون هباء وعدم ويكفر نحن عشنا هذه الفترة من الحياة فكرة إلى أين؟ إلى أين دي عند من آمن بالله واعتصم بأنبياء الله إلى الله أيضا؟ يبقى من الله وإلى الله يبقى وأن إلى ربك المنتهى يبقى إذن يقول الأمر إنا لله وإنا إليه راجعون نسير إليه ونقول إليه ونرجع إليه ويبعث العباد ويفصل بين العباد السؤال الثالث الأول من أين؟ التاني إلى أين السؤال الثالث ولماذا؟ طب إحنا عادين نعمل إيه في الوجود؟ بعد ما جينا وأعدنا وبعد شوية حنمشي إيه للمفروض نعمله؟ إيه الوظيفة اللي أنا مطالب بها في هذه الفترة اللي أنا موجود فيها هنا؟ دكتور الأديان تقدم إجابة على الأسئلة الثلاثة؟ الأديان تقول بعد أدلة يقينية وبعد بحوث علم الكلام وبحوث علم المنطق وبحوث العلوم الرصينة ومناهج بحثية رصينة حافلة بالدليل العقلي المقنع والجدل المعرفي تتبصل إلى ثبوت قضية الألوهية يبأ من الله بالخلق وإلى الله بيوم الدين ويوم الحساب وأننا هنا للتكليف الذي يستهدف العبادة والعمارة والتزكية عبادة الله وعمارة الأرض وتزكية النفس هذه الإجابة المختصرة النهائية التي يستريح إليها الضمير ثم يكمل البحث لا بأس بعد ذلك الفيزياء أو الفيلسوف يسميها بالأسئلة النهائية يعني أنا لن أعترف بمنطق الألوهية إلا إذا ما استطعت الوصول إلى نهاية الكون وخبرت كيف نشأ قبل 13 مليار سنة وفهمت تركيب الكون وذراته وما هو أدق من الذرة ونظرية متعدد الأكوان عند هوكينج ونظرية الأوتار الفائقة وعشرات الأبحاث والنظريات التي قد تحتاج إلى ملايين ومليارات من السنين وتظل هناك أسرار للوجود لكنه جعل الإيمان بعد هذا أوقف قضية الإيمان إلى أن ينجح في الوصول إلى معرفة كيف نشأ الكون قبل 13 مليار سنة وهذا أنا آسف يا دكتور سؤال كده حرك بتقول الكون 13 مليار سنة 13 مليار سنة دي معلومة مصدرها العلم ولا المعتقد لا دي معلومة مصدرها الفيزياء المعاصرة الشائع من النظريات الفيزيائية الحالية التي ترى أن نشأت الكون بالبيكبانج الانفجار العظيم وتقدر البحوث العلمية الرصينة والجديرة بالاحترام أن ما هو محيط بنا من أفلاك ومجرات بعيدة نجحنا في رصدها أن أبعد شيء يمكن رصده أنه 13 وكسور من مليارات سنة المنطق الإيماني المنطق الإيماني لم يحدد لها وقت ولم يمنع من البحث فيها جميل جدا هنا السؤال إزاي اقتربت بالإيمان من العلم فأخذت منه ودعمت قاعدتك الإيمانية أو أخذت ما لا يتناقض معها وإزاي آخرين بيدخلوا على العلم فبيختل الإيمان بالكلية ده سؤال مهم وإن كم من حاضر نجاوب عنه بعد الفاصل إن شاء الله ننتظر الإجابة بعد الفاصل عن 13 مليار سنة هي عمر الكون كيف يتعامل الإيمان مع العلم في ظل هذه الأفكار المتلحمة والمتلحقة بين الإيمان والإلحاد فابقوا معكم على مدى أكثر من 50 سنة لم أنكر وجود إله فحسب بل أنكرت أيضا وجود حياة بعد الموت هكذا عبر الفيلسوف البريطاني أنتوني ريتشارد فلو في مقدمة كتابه الأبرز يوجد إله عن حياته وأفكاره كأهم منظر الإلحاد في العالم قبل التحول إلى الإيمان بوجود الله ولد أنتوني فلو في فبراير عام 1923 نشأ في بيت مسيحية وبدأ دراسته في مدرسة مسيحية خاصة لكنه لم يكن ملعا بممارسته للطقوس الدينية بقدر استمتاعه بالقراءة في كتب السياسة والتاريخ والعلوم انتمى أنتوني إلى طيار الفلسفة التحليلية وألف أكثر من ثلاثين كتابا حاول من خلالهم ضحض فكرة الدين وإنكار وجود إله وخاض مئات المنظرات مدافعا عن الإلحاد وكانت له مقولة شهيرة إن على المرء أن يظل ملحدا حتى يجد الدليل التجريبية على وجود الإله ليصل إلى ضروة منهجه الإلحادي في كتاب منطق الفناء وفي شهر يناير عام 2004 وقبل وفاته بستة أعوام غير أنتوني من قناعاته تماما ليعلن خلال إحدى المناظرات تخليه عن الإلحاد معترفا بوجود الله وتعرض بعدها إلى حملة تشهير ضخمة من رموز الفكر الإلحادي في العالم ليدون رحلته الكاملة من الإلحاد إلى الإيمان بوجود إله في كتابه الشهير يوجد إله أهلا وسهلا بحرككم مرة أخرى والحق المبين دكتور أسامة قولي 13 أو 14 مليون سنة مليار سنة مليار سنة أيو إزاي المؤمن أو إزاي حضرتك تاخد من العلم وترد عليه يعني بتتبنى منه إيه وتترك منه إيه وإيه يقوض الإيمان أو بيكبله وإيه بيزيده عظيم شوف فيه نقاط تماس وفيه نقاط افتراق واختلاف نقاط التماس إنه أي نظرية فيزيائية رصدت الكون تعترف حتما بوجود بداية له وإنه الكون نشأ والمجرات متقاربة من بعضها ثم ما زالت هذه المجرات تتباعد رصد التباعد بين المجرات تقوم عليه براهين فيزيائية وحسابية قطعية لا يمكن العبث بها ولا الجدل فيها ومن ظن أن الشأن الديني يعتمد على القدح في هذه العلوم يضر نفسه ويضر الدين معه التباعد بين المجرات حقيقة رصد أن هناك نجوم وصل إلينا ضوءها ومجرات وصل إلينا ضوءها وبعلوم دقيقة ومحكمة أن المسافة التي قطعها الضوء من هذا النجم إلينا تساوي 13 مليار سنة هذا محقق ومجزوم به ومبني ومؤسس على علوم تراكمت هندسيا ورياضيا وحسابيا وفيزيائيا بصورة شديدة التراكمية عبر قرون من جهلها ولم يطلع عليها إن عزل عن العالم وأضر بنفسه العقل الفيزيائي يرى أن هذه المجرات كانت متقاربة جدا بل كانت تبدأ من نقطة واحدة بل نقطة واحدة تشبه الذرة انفجرت وحصلت لها بداية أنا كمؤمن أقول هذه البداية كانت بالتدخل الإلهي والخلق الإلهي والحق سبحانه هو الذي أوجد هذه الذرة وهو الذي أصدر لها الأمر بكون فانفجرت فنشأ منها الكون والوجود وفي أثناء وجود الكون الحق هو الذي يتعهده بالخلق المستمر والتقدير المستمر والحكمة الإلهية المستمرة الملحد أو الفيزيائي يقول وما يدريني لعل هذه الذرة الأولى التي انفجرت كانت من بقايا كون سابق فنى وتلاشى ولم يعد منه إلا هذه الذرة التي انفجرت فيرد ما قبل نشأة الكون المعروف إلى أنه نشأ من بقايا كون آخر ثم ينقل هذا إلى كون آخر فيعترف حتما ببداية أيد أني أقول أن الله خلق الكون لبداية وهب أن هذا الكون نشأ من كون سابق الكون السابق له بداية الحق سبحانه الذي خلقها لكن هو يقول الكون السابق نشأ من كون سابق نشأ من كون سابق إلى مال نهاية فيأتي لمبحث اسم التسلسل الذي أقمنا عليه براهين كثيرا جدا لإبطال قضية التسلسل التي تلزم العقل بأن هناك نقطة بداية حصلت بالخلق الإلهي إلا أنا بقول لسيتك ده يحترم فيه العلم وتحترم فيه البحوث الحسابية والفيزيائية والهندسية ويحترم فيه منطق الإيمان ونتجادل فيه مع الفيزيائي وفي نفس الوقت نخرج به عن دائرة شخص متدين يرى أنك تؤمن فقط بأن الله خلق ويجحد كل هذه العلوم وهنا عبارة مهمة لحجة الإسلام الغزالي لم أكن يعني وضعتها في الحسبان لكن كم استوقفتني الإمام الغزالي في كتابه تهافت الفلاسفة يقول الآتي القسم الثاني من العلوم ما لا يصدم أصلا من أصول الدين وليس من ضرورة تصديق الأنبياء والرسل أن ينازعوا فيه ككلامهم في الكسوف وتوسط كرة الأرض بين القمر والشمس وأن كسوف الشمس معناه وقوع جرم القمر بين الناظر وبين الشمس وذلك عند اجتماعهما في العقدتين على دقيقة واحدة ثم يقول وهذا الفن هذه البحوث التي هي مزيج بين الفيزياء والهندسة وعلوم الرياضة وهذا الفن لسنا نخوض في إبطاله إذ لا يتعلق به غرض ومن ظن أن المناظرة في إبطال هذا من الدين فقد جنى على الدين وضعف أمره فإن هذه الأمور تقوم عليها براهين هندسية حسابية لا يبقى مع هاريبة فمن يطلع عليها ويتحقق أدلتها حتى يخبر بسببها عن وقت الكسوفين وقدرهما ومدة بقائهما إلى الانجلاء إذا قيل له إن هذا على خلاف الشرع لا يستريب فيه إنما يستريب في الشرع وضرر الشرع ممن ينصره لا بطريقه أكثر من ضرره ممن يطعن فيه بطريقه وهو كما قيل عدو عاقل خير من صديق جاهد الإمام الغزالي قال له من 900 سنة؟ نعم طيب إني هتجاوز دهشة إن الإمام الغزالي قال الكلام دوات من 900 سنة وأروح لسؤال ضروري نعم حد هيقول لي طيب دلوقتي حضرتك كمؤمن واخد الانفجار العظيم عشان مثلا مفهوش تناقض تناقض عميق مع معتقدك وبتترك مثلا نظرات التطور نعم إنت بتاخد من العلم بالتشاهي اللي يتفق مع معتقدك الديني أو نسقك الإبراهيمي أو نسقك الألوهي وتسبيل اللي مش متسق؟ طيب أولا الأخذ بنظرية الانفجار العظيم هي للعلم والتوضيح لا تزال نظرية وبجوارها نظريات أخرى قد تكون النظرية الأكثر شيوعا وانتشارا بهذا التصور أن هناك نقطة بداية انفجرت وأوجدت الكون هذا لا يقدح في الإيمان والحق جل جل هو الذي خلق هذه الذرة هو الذي خلق الوجود هو الذي حركها من العدم إلى الوجود وحركها من دائرة السكون إلى دائرة الانفجار لو أنه أثبت وجود كون آخر سيأتي الكلام الذي ذكرناه قبل قليل ما بقية النظريات الموجودة في نشأة الكون؟ ما الذي يتعارض منها مع قضية الألوهية؟ ليس هناك نظرية فيزيائية محددة تؤدي حتما إلى نفي قضية الألوهية لكن هو يحاول أن يفسر الحركة والإيجاد المعجز للكون بأنه يعود إلى قانون فيزيائي حكيم سابق عليه الذي أقر به هوكينج لما سماهي التصميم العظيم هناك تصميم ونسق مذهل وبديع ومعجز من ثبات سرعة الضوء من ثبات القوى النووية الكبرى والصغرى من ثبات مجموعة قوى في الكون ما الذي أجبرها أن تظل ثابتة بعد أجزاء من مليارات من الثانية الأولى بعد الانفجار العظيم؟ ما الذي أجبر الضوء أن يظل عبر التلتاشر مليار؟ أنا لا يتجاوز 300 ألف كيلومتر في الثانية أو 189 ألف ميل في الثانية ما الذي أجبره أن يثبت؟ ما الذي أوجد هذا القانون أصلا؟ ولماذا لا يتفلت الضوء ويزيد وينقص ويبقى عشوائي؟ بقية القوى والثوابت الكونية ما الذي أجبرها أن تثبت بهذه الصورة؟ الفيزيائي كأنه يريد أن يقول لم أجد دليلا مرئيا يثبت وجود الإله لك أن تقول لم أجد لكن ليس لك أن تقول لا يوجد وعدم الوجود كما هي القاعدة المنطقية لا تعني عدم الوجدان عدم الوجود أنت لم تصل ولم تجد لكن لا يعني هذا انتفاء الشيء في وجوده إذ تقوم عليه مناهج رصيلة تثبت وجوده من مداخل أخرى هذا شيء الشيء الثاني ما يتعلق ببقية النظريات كالدارونية والدارونية الحديثة لا ده لسه لسه لنا وقفة عند دارون في الشريحة الثالثة من الملحدين وقبل أن نصل إليه تسعة أعشار الخوض الذي تم ممارسته في العقود والسنوات الماضية مع دارون أمر لم يكن علميا بالمرة مناقشة الدارونية كشأن علم بعث كتبت فيه باحثة من الباحثات اسمها مروى الشكر كتابا ترصد فيه تعامل المشارق مع دارون من 1860 وهي السنة التالية لطباعة كتابه أصل الأنواع 1859 إلى سنة 1950 ترصد كيف تعامل المشارق والمصريون وأبناء الوطن العربي والمسلمون والمسيحيون مع نظرية دارون نظرية دارون تحتمل كلام طويل جدا وسنأتي بنصوص من كتاب دارون في كتابه أصل الأنواع يقول أنا لا أنفي وجود الإله لكن عندي فقرة وحلقة ضعف شديدة في النظرية وهي التي يسميها بالفقر الشديد في السجل البيولوجي والحفريات التي يبني عليه النظرية اسمح لنكمل دارون في حلقة قادمة لا نحن لنكمل دارون ودوكنز والنزرح له لسه نحن لسه في ذاتي الطريق على كل حال الملحد المطلق الملحد الربوبي وأشهر نموذج له أنتوني فلو الملحد اللا أدري لسه نتكلم عنها في حلقة قادمة الملحد المفجر نفسيا الشريحة التي أرى أنها هي الأغلب الموجود في عالمنا العربي وفي مصر وفي غيرها من بلاد لسبب سنذكره بتوسع حينما نصل إليه إذن يعني تكفينا الجرعة الفيزيائية اليوم ونستعد ونعد أنفسنا بجرعة بيولوجية قادمة إن شاء الله إن شاء الله رب العالمين إذن كانت حلقة اليوم مع الصنف الثاني أو الشريحة الثانية من الملحدين وهو الملحد الربوبي النظرية وما اكتنفها من تفاصيل كثيرة وتعقيدات كثيرة ما بين الفلسفة والفيزياء والعقيدة وعلم الكلام كانت جولتنا مع الدكتور أسامة الأزهري في الحق المبين نلقاكم الجمعة القادمة إن شاء الله